أعزائي متابعي مستشارك القانوني أهلا بكم في حلقة جديدة مع تطور التكنولوجيا تطورت معه أساليب الجريمة في الوقت التي عجزت فيه العدالة للقيام بدورها وفقا لعدم وجود التشريعات المناسبة حول الجريمة الإلكترونية هيكون موضوعنا النهاردة في ضيافة دكتور مصطفى الزغبي المحامي والحاصع الدكتوراه في القانون الدولي نرحب بضيف الحلقة أهلا بك أهلا بحضرتك موضوع حلقة النهاردة من الموضوعات الشائقة لأن التكنولوجيا كل يوم فيه تطور متسارع مش هنقول بس سريع لا ده النهاردة ممكن يظهر تطبيق جديد أو تكنولوجيا جديدة العالم كله ما يعرفهاش وده فيه ناس يعني بتستخدم هذه التكنولوجيا استخدامات عديدة في الجوانب الإيجابية ولكن هناك أيضا من يستخدمها في ما هو يضر بالآخرين منها النصب والتحايل وما إلى ذلك خاصة إن في القونة الحالية أصبحت كل الشركات وكل المعاملات بتحتمد على التكنولوجيا سواء في أرشفة البيانات والمعلومات أو في التداول حتى في تداول عملة عبر البحار والقراط عايزين نعرف من حقك مفهوم للجريمة الإلكترونية طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلينا الأول نتكلم بشكل أو نتفق لحنا نتكلم بشكل مبسط عشان السادة المشاهدين يبقوا بعاد كل البعد عن اللغة القانونية الصعبة على غير أهلها فخلينا نتكلم ببساطة علشان المشاهد يبقى الدنيا بالنسبة له واضحة ولطيفة طيب عايزين نقول يعني ايه أصلا الجريمة الإلكترونية الجريمة الإلكترونية هي الجريمة ببساطة خالص اللي بتتم عن طريق شبكة الإنترنت تمام كده؟ طيب بتتم ازاي عن طريق شبكة الإنترنت؟ عن طريق الأدوات سواء الحاسوب سواء الكمبيوتر سواء البرامج سواء الأدوات زي فيه برضو بعد الأدوات زي الكاميرا زي المايك الكلام ده كله بيستخدم في الجرائم بعض الأصوات عشان يغير الأصوات علشان يحط صوت على صوت يركب فيديو على فيديو أو صورة وهكذا طيب يبقى الجريمة الإلكترونية هي الجريمة اللي بتتم عن طريق الشبكة العنكبوتية أو عن طريق الإنترنت طيب معلش هقف عند هارتينج لازم يكون شبكة المعلومات الدولية طرف فيه أو مجال من مجالات الجريمة ولا ممكن أدوات التكنولوجيا عموما يعني زي ما حالك تقول كاميرات التلفونات وسائل تكنولوجيا مختلفة طيب هل لابد أن تكون عشان نقول أن دي جريمة إلكترونية تكون فيها استخدام لشبكة المعلومات الدولية؟ لو نحن نتكلم عن الجريمة الإلكترونية أو القانون اللي تحط له جريمة أو جرم بعض الجرائم في تكنولية المعلومات فنحن لازم يبقى فيه شبكة العنكبوتية موجودة سواء هتبقى دولية أو فيه بعض الأحوال بيبقى شبكة أقل شوية معمولة في نطاق محلي في نطاق هيئة معينة في نطاق بلدة معينة أو مدينة معينة برضو ده تعتبر من دمن الجرائم طالما هو متوصل بأكتر من شخص أو أكتر من مستخدم ما بين مقدم خدمة وما بين مستخدم الخدمة وهكذا ده لازم يبقى موجود عندي ولكن مش كل وسائل الاتصال يطبق عليها الجرائم الموجودة في قانون تكنية المعلومات ممكن يطبق عليها جرائم أو يطبق عليها أفعال تؤدي إلى جرائم في قوانين تاني يعني مثلا ما جيش أقول على جهاز حديث وليكن كاميرا مثلا تم استخدام الكاميرا في التقاط صور أو فيديوهات لشخص خاص في مكان خاص مثلا لشخص أو فرد بشخصه في مكان خاص ودوة مجرم قانون طبعا تمام كده ما جيش أقول إن دوت في القانون اللي هو خاص بتكنولوجيا المعلومات رغم إن الكاميرا حاجة جديدة أو وسيلة جديدة وممكن تبع الكاميرا بسيطة خالص أو صغيرة خالص ودي طبعا تكنولوجيا متقدمة ولكن ما يطبقش عليها حاجة من دون إلا إذا كانت هي السبب أو أداة من دمن الأدوات زائد الشبكة العنقبوتية ساعتها أقول يطبق عليها القانون ده أما لو الكاميرا في حد ذاتها الوحدة فيطبق عليها أو تغمد السؤال ده خلينا نروح لسؤال دكتور مصطفى هو أنواع الجريمة الإلكترونية جميل جدا عندنا جرائم إلكترونية الجرائم الإلكترونية موجودة بتقع أو بتتم على الأشخاص أو على الكينات أو الهيئات أو الدولة طيب زي إيه ندينا أمثلة علشان برضو زي ما قلنا هنتكلم مع السادة المشاهدين بكل بساطة خالص أمثلة مثلا إن شخص يجي يخترق البريد الإلكتروني عندي أو يخترق الحساب الخاص سواء بقى حساب فيسبوك بريد إلكتروني يستخدم الفيزا بتاعتي أو ياخد بيانات أو معلومات من الفيزا بتاعتي ويبتدي يستخدمها يبتدي يعمل عملية نظب عن طريق استخدام الإلكترونيات أو عن طريق استخدام الشبكة الإلكترونية وخلينا أوضح لحضرتك المثال السابق في جراء النصب بتتم بعيدة كل البعد عن التكنولوجيا بتتم عادي بين شخصه والتاني وورقه والكلام ده كله ده يطبق عليها قانون الهكوبات المصري ومع عدم الإخلال طبعا بقانون الهكوبات المصري لو كانت الجريمة دي تمت عن طريق الإلكترونيات عن طريق الشبكة العنكبوتية عن طريق الإنترنت فيطبق عليها قانون تكنية المعلومات اللي هو قانون 175 لسنة 2018 و18 اللي جرم بعض الجرائم اللي تم استحداثها ما كانتش موجودة قبل كده وده حضرتك يعني هل ده زي ما بنقول كده الجريمة الإلكترونية يعني بيقع فيها المؤسسات الطرف ولا الأشخاص نفسهم بمعنى مثلا يعني بنشوف كتير من الناس بيتم اختراق الفيسبوك بتاعهم أو وسائل الاتصال المختلفة أو الحسابات الشخصية المالية ليهم البنكية صحيح أو كمان بيحصل تجسس على من خلال الفيروسات ومن خلال يعني روابط بيتم ترويجها فيتم اختراق الحسابات بتاعتهم والاستلاء على المعلومات والابتزاز عن طريقها فهل ده كله يقع تحت قانون تقنية المعلومات؟ القانون 175 لسنة 2018 ده حط كل الجرائم دي واستحت الجرائم ما كانتش موجودة زي اللي أنا أنشئ بريد إلكتروني لحد ونسيبه لحد يعني بريد إلكتروني أنا هنشئه ولكن ننسبه لحد تاني زي وزير ما أو شخص عام أو شركة أو حد من الدولة أولا أنا ما أعملش الأكاونت ده أو ما أعملش البريد الإلكتروني ونسيبه لشخص ما لأ أنا أخش أهكر أو أخش أخترق البيانات أو المعلومات أو البريد الإلكتروني بتاع شخص ما ده موجود النصب موجود الدفع الإلكتروني والخدمات دي موجودة كل ما هو بيتم عن طريق الإنترنت تم استحداثه وكتبته ومش بس الإنترنت كمان في البرامج اللي بيتم بيها إزاي تهكر أو إزاي تيسر المعلومة أو تيسر على الشخص المخترك إن هو يخش ياخد بيانات أو معلومات ده في أكتر من كده كمان القانون أضافه وهو إن لو أحد المسؤولين عن موقع إلكتروني تسبب بإهماله إن يكون المعلومات مباحة أو سهل الوصول لها ده بيحاسب رغم إنه هو ما عملش حاجة مادية أو فعل إيجابي إنه هو يعمل الجريمة ولكن هو فعله كان سلبي عن طريق الإهمال أو تم بخطأ ما استخدمش أسأل الحماية الكافية اللي تحمي الموقع أو المعلومات الموجودة على قاعد البيانات بالضبط جريمة فده يعني يجرم ويحاسب ويعتبر جريمة بالضبط طب لو قلنا بقى مخاطر الجرائم الإلكترونية لا إحنا ممكن نقول هنتكلم في المخاطر ده كتير جدا جدا من مخاطر الجريمة الإلكترونية أول حاجة لو أنا بهكر على شخص أو أنا اختراكت أكاونت أو ميل بتاع شخص أو بريد إلكتروني أو حساب أو موقع أو أي أن كان أو خدت تصميم من موقع برضو ده نفس الكلام أو بواسط تصميم من موقع يعني باختصار كل ما هو يقع على الأفراد وكل ما يقع على الدولة تعال نشوف إيه الجرائم ولا إيه المشاكل اللي ممكن تقابلنا كأشخاص وكدولة من ورد أن حد يختارك الموقع بتاعي إحنا عندنا الأمن القومي بتاع البلد دوت ممكن يبقى مهدد عندنا السلم عندنا معلومات عندنا استغبارات كل دوت ممكن يتهكر ده إحنا لو تكلمنا فيه ده بالنسبة للدولة بالنسبة للهيئات زي البنوك ممكن ياخد حسابات ويحول فلوس وياخد فلوس ولو الأفراد ممكن ياخد صور وممكن يبوز وممكن يبتزي الناس بالحاجات دي كلها كتير كتير من الجرائم وكتير كتير من الأفعال اللي تجرم واللي محرمة ومجرمة ممكن تحصل بسبب الإلكتروني وخير ما فعل المشرع وإن كان تم مؤخرا ولكن نتمنى أنه هو دايما يبقى محازي أو دايما يبقى مواظب على التكنولوجيا ويشوف إيه التطورات اللي حصلت لأن إحنا فعلا في حرب جيل يعني عندنا الناس الخبرة في العمليات الاستراتيجية أو التكنولوجية والحرب بالإلكترونيات والكلام ده كله بيقولك أن إحنا دلوقتي دي في حد ذاتها خطر على البلد يعني كأنه حرب بيدور بغير سلاح أصلا ليه من كتر المخاطرة اللي فيها أنا ممكن بأجهزة المعلومات والاختراك اللي أنا عملتوا الكلام ده كله أعطل سواريخ وعطل بطاريات حاجات وعطل أن ما تتنقلش إشارة من مكان لمكان أثناء الحروب أو أثناء الطوارئ ده بالنسبة للدولة وبالنسبة للأشخاص اللي أنا أختارك حسابه الشخصي وأخد فلوسه أو أخش أشوف حاجات شخصية في بعض البرامج بتتحطي دلوقتي أو بتنزل والشخص مش عامل حسابه بتبتدي تفتح الكاميرا والموبايل مغلق الموبايل اللي سيادتك شايفه مغلق بس هو بتبتدي تفتح الكاميرا ويبتدي يتسلط ويقول لأ في حاجات كتير جدا جدا كل الجرائم اللي ممكن تتصورها ممكن تحصل عن طريق الإنترنت وده يعني لو حدت تقول لنا أمثلة من الحصلة مثلا على المستوى الدولي وكان يعني أصارها كبير وأصرت على الدولة مثلا ككل أو على أفراد وخاصة كتير مننا بيلاقي على الواتس بتاعه أو الإيميل فرصة إلى السفر في كأس العالم إلى السويد وضغط هنا عمره إلى مش عارف كذا لأول عشرة يضغطوا على اللايك يضغط على اللايك يلاقي أن الجهاز بتاعه تهكر أو تحصل بالضبط لو إحنا هنتكلم في أمثلة دولية وممكن أتكلم كمان في أمثلة محلية يعني أمثلة دولية زي من ضمن الهاكرز اللي كانت بتحصل إنه عن طريق الإشارات أو الإنترنت أو التجسس عن طريق اللي هم يختارك الأمر الصناعي يبتدي يعرفه مكان وحدات عسكرية مكان تحرك قوات مسلحة يبتدي يخش على الأجهزة أو على المواقع الخاصة بالدخلية وياخد منها بيانات أو يبتدي يبوزها وكل الكلام ده حصل أو كمان من ضمن جرائم الإنترنت أو بيطبق القانون اللي احنا قلنا عليه اللي هو قانون 175 الخاص بجرائم الإنترنت بيطبق كمان لو أحد الأفراد أو شبكة إرهاب ومن ضمن شبكة الإرهاب دي كانت مصر دولة منها حتى أو دم تنفيذ أو توجيه أو تمويل أو تنفيذ جزء معين من مصر بيطبق عليها فالجرائم كتير جدا على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي نفس الكلام اللي احنا لسه كنا بنذكره طبعا موجود كتير جدا جدا أن يخش على البنوك وعلى الميلاد ومش أي حد يكتب مفترض يعني مش أي حد يكتب الباسورد بتاعه أو بتاع الفيزا أو الأكاونت أو أي موقع يبتدي يبعات لك تبتدي تخش عليه إلا لو كان موصوق وخصوصا الدفع الإلكتروني لأن الدفع الإلكتروني كمان لو كلمنا فيه الفترة دي هو المستقبل الجاي هو كل حاجة دلوقتي بتبتدي تتقلب من يدوي إلى إلكتروني دلوقتي في ظل التحول الرقمي والشمول المالي يعني ما فيش حينما فيك دول عملة بالضبط الصورة المعلوماتية الصورة الخامسة فدي لازم الناس كلها تبقى ولكن كل الفترة الجاية هتبقى بوسيطة الإنترنت وبوسيطة البرامج والابليكيشنز وكل الكلام ده كله فمفترض وده المفروض اللي احنا نعمله كدولة وكأشخاص وكنوات طبعا وده من خلالي بوجه الشكر لسيادتك ومستشارك القانوني بلنامج وقنات الصحة والجمال إنه هم بيبتدوا يوعوا الناس بخلي بالك إيه الطرق اللي احنا ممكن نستفيد بيها أو إيه الطرق اللي ممكن نقفل صورة إن حد يخش يهكر الأكاونتاب بتاعتنا وخلينا نقول بما إننا بنتكلم دلوقتي في الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلكترونية لو قسمناها هنلاقي فيه جرائم بتاقع على مقدم الخدمة اللي بيقدم الخدمة زي شركات الاتصالات لو هقول لسيادتك دلوقتي يا أمسلة لي وجرائم بتاقع على مستخدم الخدمة في بعض الأحوال تمام؟ وجرائم بتاقع على الشخص الهكر وجرائم بتاقع على مسؤول الموقع نفسه أو مسؤول الإلسايت وعندنا جرائم بتاقع على اللي هم اللي شغلين في الدولة ومش وغدين احتياطاتهم بالنسبة للبعض المواقع أو إن هم ميصلين الدنيا أو مش وغدين حسابهم أو عاملين احتياطاتهم فيما يخص سرية أو عدم إفشاء أو إن الحاجات دي تبقى سرية لرؤية بالزبط كب لو قلنا ناخد جزء جزء ونقول الجرائم دي بتاقع على مقدم الخدمة مقدم الخدمة عنده جرائم وليكن مثلا ألزم القانون الخاص بتقنية المعلومات مقدم الخدمة إن هو يحتفظ بالسجل المعلوماتي لمدة 180 يوم يعني 6 شهر يحتفظ بالسجل المعلوماتي يعني السجل المعلوماتي ده كل ما هو فيه مين هم أطراف الخدمة ومين هم حصل المحتوى بتاع الخدمة إيه وحصل من الساعة كام لساعة كام فترة قد إيه وإيه المحتوى جوه ده كله السجل المعلوماتي يعني مثال وليكن مثلا شركة من شركات الاتصالات الأربعة الموجودة في مصر هو ملزم بإن هو يخلي عنده السجل المعلوماتي ده المكالمات والحصل وكل اللي احنا قلناه مدة 180 يوم هو محتفظ دي تقدر الدولة تطلبهم منه في أي وقت خلال 180 يوم ولو هو أخلي بده في عقوبة بطاقة عليه تمام؟ ده بالنسبة لحد مثلا زي وكمان في بعض وده موجود دلوقتي خلينا نتكلم برضو عليه في بعض الموظفين المستهترين واللي مش في أفضل حال في مكانهم بيبتدي ياخدوا بيانات من العملة ويبتدوا يودوها أو يبعوها لشركات تانية بتسوق بيها ده في حد ذاته جريمة ليه؟ لأنه هو مفترض على المكان ده وعلى مقدم الخدمة أن هو يحافظ المحافظة التامة والكاملة على بيانات العملة بتوعه أو المستقبل يعني في الإطار ده فندم كان فيه شكوى إن فيه أحد العملة يعني تم النصب عليه بوسطة إن فيه شخص كان بيعمل في شركة شركة من شركات الاتصالات واخترك المعلومات والبيانات الخاصة بهذا العميل وجاب معلومات إنه عنده عطل في شبكة الإنترنت ومحتاج مندوب فني من الشركة يصلح هذا العطل وجاب المعلومات وتواصل مع العميل وراح على إنه مندوبة زي الشركة وعمل سطو فيه على العميل فهل هنا الشركة لها يعني دور في إنها يعني أو يعني تتحمل مسؤولية إن تم اختراقها أو الحصول على بيانات العملاء من هذا يعني الشخص الشركة هيبقى ليها دور في حالة لو كان الشخص بيتبعها فهي ليها دور وهي مسؤولية المدبوع عن أعمال تابعه يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو مشغل معايا حد في الشركة بتاعتي أو أنا الشركة موجودة ككيان وفيه وموظف شغال عنها فأنا مسؤول عن أفعاله وده لا يخل بإن الموظف نفسه أو الشخص دوت نفسه يكون مسؤول وكفاعل أصلي إنه هو عمل الجريمة نفسه بس أنا مسؤول من الناحية المدنية اللي أنا من ناحية الفلوس الغرامات هو مسؤول إنه هو يتحبس وبرده يدفع غرامات تمام كده؟ ده لو هو يدبعني تمام؟ طيب لو هو ما يدبعنيش لو هو شخص رايح كده وعمل شغلات نعم واخد معلومات من يعني معلومات العملة والمشكلات اللي عندهم والشكاوة وأرقامها وتواصل مع العملة أيوة طريقة إنه هو حصل على المعلومة دي منين؟ حد يساعده من جوة الشركة واللي هو اخترت موقع الشركة واخدها لو حد يساعده من جوة الشركة فهو فاعل أصل معاه ويحاسب والشركة تحاسب برضه كتابع كحد مسؤول عن الموظفين ده تمام كده؟ اللي هو الشخص اللي اداله المعلومة لو هو اخترك يبقى هو برضه نفس الكلام هيقع عليه هو الجريمة ويقع هنا على الشركة بقى على المسؤول عن الموقع هو كان فعلا مأمن من الموقع تأمين كويس والشخص التاني هو البروفيشنال في الاختراك واختركه ولا كان تأمين ناقص وكان إهمال من شخص الموقع لو كان إهمال من شخص الموقع من شخص المسؤول عن الموقع ساعتها يحاسب الشخص المسؤول عن الموقع لو كان تم اختراقه بواسطة راجل هاكر محترف جداً جداً وبيستخدم وسائل تقنية كبيرة جداً جداً أو مستحدثة لسه معرفناش عنها حاجة فساعتها ما بيستخدمشه ولكن ممكن اللي أنا أرفع برضو أنه هما ما بيواجبوش العصر وده برضو من خلال موقع يعني هل كده الشركة حتى لو تم اختراقها يعني لها جانب من المسئولية القانونية عليها جانب من المسئولية القانونية في حالة إيه لازم نشوف هل تم منها فعل إيجابي أو سلبي يؤدي إلى وقوع جريمة لو فيه يبقى كده خلاص تسأل مفيش يبقى لا يبقى توضيحاً للسؤال بتاع سيادتك هنقول نفس الكلام تاني إذا كان الشركة دي الشخص المسئول عنها مهمل في أن هو يعمل سيانة أو يحافظ بالزبط كده أن هو يحفظ البيانات دي كويس جداً وأهمل فيها ساعتها يحاسب الشخص دوت اللي هو المسئول وتحاسب الشرك طيب لو الشخص دوت ما أهملش وواخد كل احتياطاته الموفرها له الشركة والشركة في نفس الوقت ما أهملتش يعني بتوفر البرامج والأبليكيشنز القوية جداً للمستحدثة آخر أبديت مثلاً موجود يبقى ساعتها ما نحاسبهمش لأن هما مش غلطانين في حاجة أما لو كانت هي الشركة مؤثرة ما بتشتريش أبليكيشنز مثلاً للحماية كويس جداً المسئول عن الموقع المؤثر ساعتها يبتدي يحاسب عنها ده عن طريق ليه؟ علشان هو ما عملش فعل إيجابي مجرم ولكن عمل فعل سلبي اللي هو امتنع عن أنه ياخد احتياطاته وبإهماله تسبب في اختراق الموفر المسئول بقى عن إثبات يعني مسئولية الجهة أو عدم مسئوليتها هل جهات التحقيق؟ جهات التحقيق فيه بالضبط اللي بيحصل كالقاتي أن الشخص اللي هو تم اختراق حسابه أو الشخص اللي هو المستخدم تم اختراق حسابه أو حصل عنده أي جريمة من الجرائم المجرمة قانونا بيبتدي يلجأ هنا لأصحاب الاختصاص تمام كده اللي هما بيروح لمباحث الانترنت ومباحث الانترنت خلينا نقول معلومة موجودة في كل مدرية من مدريات الجمهورية تمام؟ وموجودة في المكان الرئيسي بتاعها اللي هو في وزارة الدخلية المبنى القديم في العباسي تمام؟ بيروح وبابتدي أقول له والله أنا تم عندي مشاكل حصل واحد اتنين ثلاثة اربعة ولو المشاكل دي موجودة عندي على الموبايل أو على اللاب أو كذا بيفضل اللي أنا أخذه معايا واحتفظ برضو بسكرين أو بطباعة الجريمة نفسها أو اللي أنا معتقد أنها جريمة وبابتدي أروح بيقعد معايا زابط تقني من مباحث الانترنت ويبتدي يعرف الجريمة ويبتدي يكر أنه ماشي تمامه واتطلع وأنها موجودة ويبتدي البحث نبتدي من هنا بقى البحث وهنا دي حاجة كويسة وحاجة مشرفة أنه ابتدى فعلا في مصر يكون في أنظمة أو تدريبات للناس اللي هم الزباط المسؤولين والتقنيين والخبراء اللي بتعينهم الدولة أو اللي بتستعين بيهم بيبتدي يحطوا دلوقتي أبليكيشنز ويبتدي برامج ويبتدي عندهم الخبرة الكافية أنه هم يوصلوا مين اللي عمل ده حتى لو كان اللي عمل الجريمة دي شخص استخدم لاب يعني ممكن أن هو الشخص يستخدم جهاز بتاعه هو شخصيا عن طريق الإي بي بيعرفه ده كده بيستخدم مباشر وممكن أنه هو شخص من برى مصر أصلا وبيخترق واخترق جهاز جوه ومصر وابتدى من خلال الجهاز اللي جوه مصر يتعامل على الجريمة دي بيبتدوا برضو يعرفوا ويصالوا إن كانت عملية تعقدة شوية بيتتبعوا لحد ما يعرفوا ولما يعرفوا من هنا بقى بتبتدي الجهات دي تودي للنيابة العامة عشان النيابة العامة تتولى التحقيق هل فعلا الجهة اللي هو مسؤول الموقع أو الشركة نفسها مكسرة ولا لأ وعلى حسب التحقيق في الآخر بيسفر لإيه بيبتدي بعد كده يحال المتهمين طيب وإحنا عندنا بقى القرائم التي تقع على مستخدم الخدمة ولكن قبل ما نبدأ فيها يعني حق ذكرت نقطة مهمة لازم برضو نوضحها للسادة المشاهدين هو الفرق ما بين مباحث إمتى يروح مباحث الانترنت وفي مباحث الاتصالات هي مباحث الانترنت والاتصالات الاتنين موجودين لكن هل كل إدارة منهم اختصاص ولا يعني هما الاتنين حاجة واحدة يعني كجهاز واحد يعني لو حد عنده مشكلة بيروح يعني حد بيتصل بيا مثلا على الموبايل وقاعد بيشتم فيها وبيسب هروح لنفس المكان برضو اللي هو في المدرية مباحث الانترنت والاتصالات برضو وابتده يتعامل مع الشاكوى ويبتده يتعامل مع الشاكوى ويشوفوا ايه المشكلة وتاني المركز الرئيسي في أكاديمية الشرطة القديمة في العباسية وموجود إدارة في كل مدرية وموجود الجرام بالضبط ما بحسل انترنت طيب نيجي بقى لجرائم اللي بتقع على مستخدم الخدمة الجرائم اللي بتقع على مستخدم الخدمة بصف فانديم ممكن أكون أنا نفسي عامل خدمة أو مشترك مثلا في موقع تمام كده بكل بساطة مشترك في موقع ولكن تعديت الحدود بتاعتي بمعنى أنا مثلا وليكن مشترك إن أنا داخل عندك الموقع هياخد مثلا موقع تعليمي فأنا هياخد مثلا لفل 1 و 2 تمام كده وخلال مدة زمناية أو أنا مشترك معاك شهر أو 2 وابتديت اللي أنا بقيت على الموقع وشغال على طول عليه ابتديت أعرف فيه صغرات فابتديت أطول بدل ما أنا عامل حسابي أو أنا متفق على لفل 1 أو لفل 2 ابتديت أكمل ده كده أنا عديت الحدود بتاعتي فرغم إن أنا مستخدم الخدمة لكن تعديت حدود الزمنية أو المستوى بتاعي تمام؟ ده رقم 1 رقم 2 خلينا نقول كمان إن بيقع على مستخدم الخدمة بعض الجرائم زي إيه؟ في بعض الأحوال بيبتدوا يخش أو يحصل إنه هو بيكتب باسورد كده أو بطريق اللعبة أو الأصد أو الخطأ ابتدى يخش على موقع موقع ما سواء لشخصة أو لدولة أو لهيئة أو لكيان أيا كان ابتدى يخش في الحالة دي هو غرضه هنا ما كانش يخش يعني مش قصد إنه هو يخش هو بيلعب ودخل تمام؟ خطأا لو فضل موجود داخل سايت ما خرجش بسرعة يعاقب لو فضل موجود زائد إنه هو نسخ بيانات يعاقب لو فضل موجود زائد إنه هو نسخ بيانات وبعد كده محل الأصلية أو خفاها أو بوزها أو أيام كان يعاقب رغم إنه هو مستخدم الخدمة وكمان فيه مستخدمين للخدمة بيبتدوا يستخدموها بطريقة خاطئة أو طريقة غير مشروعة مثال إنه هو يبتدي حد مستخدم خدمة للإنترنت ومعي حد تاني في الشبكة معي مستخدم تاني وابتدي بجهل منه بجهل من الشخص التاني يعني أبعث له لينك زي ما سيادتك وانت بتقولوا واللينك دوت فيه إنه هو مثلا أهكر ولا نفتح الكاميرا من غير ما هو يخب باله لأنا مستخدم برضو مش مقدم خدم رغم إنه ويات في بعض مستخدمين كمان بيبعثوا رسائل بطريقة عشوائية جدا وبطريقة مستفزة رسائل كل شوية يعني أتلاقي كل شوية ده في حد ذاته القانون عاقب عليه وعاقب عليه بمدة لتكل عن 6 شهور كمان حبس تمام لحد 3 سنة مجرد الإزعاج في إرسال محتويات مجرد الإزعاج يعني أنا دلوقتي لو عندي خلينا نتكلم برضو وننزل أكتر لأرض الواقع نقول له مثلا في بعض الأحوال تلاقي الشباب واحد خاطب بنتي مثلا ولسبب أو لآخر ابتدت العلاقة تنتهي ومن هنا ابتدى كل شوية يبعت لها رسائل 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 حتى لو كانت الرسائل دي رسائل حب لو كانت الرسائل دي رسائل رومانسية ما فيهاش أي اختراق لأي خصصية ما فيهاش أي مشاكل ولكن كل شوية يبعت كل شوية يبعت كل شوية يبعت لا لا فيدي أنا مش مع حضرتك ده بالنسبة للرسائل الحب لا أولا هيبقى حاجة مطلوبة وهناخد اتصال من هالة من الشرقية ألو أستاذ هالة أهلا بيك مساء الخير نسائل خير. أنا مش عايزة أسأل سؤال لو سمحت. طب ممكن ممكن نرفع صوتنا شوية. أنا عايزة أسأل سؤال لو سمحت. نتفضل. بالنسبة لو حد بعت رسالة فيها السيمة. نسائل في ايه؟ شتيمة. شتيمة. فيها تب وقص. الشتيمة بأي نوع. جات لك رسالة فيها السيمة. تمام. على خص التليفون. مش على وص ولا على كيس. على الخص نعفضه. إيه العقوبة. وإيه الإجراء. ولو عد حتى عليها مدة أربع أو خمس شهور. إيه الجهة اللي أنا ممكن أروح أستيكي ليها. عشانا بسيكون حفظها حقي. ولو الخص بتاع اللي جاي منه الشتيمة دوت. مش مسبوط باسم الشخص نفسه اللي هو باعي. بس عنده قول اللي بيستعمل السيلفون. يعني معاه الخص بس مش مكتوب باسمه. فقال بقى يبقى فيه مسئولية. أنا عايزة أسمن بس. لأنك أي حاج بيقول لي الخط مش مسجل باسم بس. هو اللي بيخط معاه وعمل إيميل دي. وكل حاجة. يعني خصة الاسم دي مش مسجل باسمه دي. إيه بقى مدى صانونيتها بقى. شكرا لك يا سيد زهالة. تابعينا من خلال الشاشة. الدكتور مصطفى يجاوب على حضرتك. الله ما شاء الله سألت سؤالي. يعني متعدد الأسئلة. وهو فعلا بيحصل كتير. حتة السب والقصف. السب والقصف عن طريق الانترنت. أو عن طريق الاتصال. أو عن طريق الخط بتاعي. أو الواتساب. أو أي وسيلة الاتصال أيا كان. السب والقصف في حد ذاته بيتم المعاقبة عليه. طيب نجي أول حاجة. العكوبة بتاعته إيه؟ العكوبة بتاعته حبس وغرامة. أو الاتنين مع بعض. حبس وغرامة أو الاتنين مع بعض. تمام؟ حبس الغرامة من 500 إلى 20 ألف جنيه. أو الحبس. تمام؟ والأمر مفوض عملية تقديرية للقادة. إن هو يحكم بالاتنين مع بعض. حبس وغرامة أو حبس بس أو غرامة بس. تمام كده؟ طيب إيه الإجراء اللي أنا أعملون؟ عشان إثبات ذلك. لأنها مشكلة السب والقصف ده إثباته بتبقى صعبة شوية. الله يناول عليك. هي كانت بتقول إن أنا بيتم عن طريق الخط نفسه بيتم إرسال الرسائل بالشتيمة والسب والقصف. فخلينا نقول إن الشتيمة والسب والقصف هنا موجودة بالفعل على رسائل الهاتف اللي معايا. فأنا باخد الموبايل ده وبطلع على مباحث برضو الإنترنت والاتصالة. اللي أنا لست بنتكلم عليها موجودة في كل مدرية أو موجودة في المكر الرئيسي زي ما إحنا قلنا. تمام؟ طيب بطلع ومعايا الخط. بقول له ده الخط بإسمي. وإن الرقم ده بيبعث للشتيمة بالشكل ده. بيبتدي يطلع عليه بنفسه وبينسخ الشتيمة دي. ويبتدي ياخد إجراء اللي هو بيكتب المحضر بتاعه. ويبتدي يفحص ويتتبع الخط ده بإسمي ميني؟ هل الشاكة بقى من حقه إن هو يشتبه في حد؟ يعني مثلا زي الأستاذة هالة كده مشتبهة في حد معين. لكن مفيش إثبات عندها إن هو الشخص. طيب. فهل ليها وهي بتقدم المحضر يعني بتعمل المحضر إنها تقول أنا يعني عندي شاكة ففلان وفلان وفلان. أولا ده يجي عليها بالضرر بعد كده. أنا 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 ما بفضلش إن هو يكون الشخص يقول إن أنا شاكة ففلان أو أنا بتهم فلان. طالما ما عندهش دليل. طالما ما عندهش دليل بالظبط كده. وخلنا متفكين إن عندنا في القضاء الجنائي أو في التشريع الجنائي إن مجرد ما أنا شككت القاضي بس. شككت القاضي إن مش هو ده الشخص اللي عمل الجريمة أنا كمحامي لشخص ما جايلي بيقول لي في حد بيتهمني بس ما عندهش دليل. مكرر ما انا شكك القاضي ان مش هو ده الشخص فبيبتدي ان هو يحكم بالبراءة لان الاحكام الجنائية اللي هي الحبس والغرامات والكلام ده كله تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين يبقى انا لازم القاضي يكون مقتنع 100% فيديني عقوبة لو انا شككت في القاضي او شككت في عقيدة او شككت بحيث ان القاضي عقيدته ما كانتش مكوانة 100% ان هو ده اللي عمل كده بيبتدي يحكم بالبراءة فانا ما اتهمش شخص ما وكمان عشان ما يرجعش بعد كده هياخد براءة ما يرجعش علي بعد كده بالتعويض او بالزبط كده عشان كده نسألت حضرتك بالزبط فانا افضل انا قادي يا جماعة الشتيمة جاتلي او السب او القاصف او ايا كان الجريمة وانا عايز اخد الاجراء القانوني مين بقى اللي يقول لي ده بخط مين او الكلام ده كله المباحث نفسها يبتدي يتتبع عن طريق الشبكات بتاعت الاتصالات ويبتدي يجيب لي ده الخط باسمه فلان الفلان هنرجع في هندم زي الاستاذة هالة كده ما قالت وبيحصل يعني حتى مش بس في الواسع الاتصال بس ممكن واحد بيسرق عربية يعني بقى حادثة ويرميها فممكن واحد يسرق موبايل يعمل بيه المشكلة ويرمي الخط ويرمي الموبايل واللي اتنين مش بتوعه ده حقيقة فيعني المباحث تتبعت المصدر الإساءة ولقته باسم شخص ما ولكن مش هو ده الشخص الفعلي اللي عمل الجرب ما هنا علشان كده الشخص الفعلي اللي هو صاحب التليفون المباحث نفسها لما بتيجي ترجع بترجع على صاحب التليفون لان انا مش عارف حد غيرك انت اللي قدامي رقم طيب صاحب التليفون هنا وليكن زي محرك بتقول ان التليفونه كان ضايع أصلا يبقى هنا نرجع لنقطة صغيرة خالص لو كان صاحب التليفون ده عامل محضر بفقد التليفون ده نقطة توعية مهمة حضرت عيدها تاني ان في ناس بتضيع منها أشياء وبتتغافل عن انها تثبت ذلك بعمل محضر بتقول خلاص يعني لا ده هنا يعني انا عايز بتساهل بنقول خلاص يعني انا لسه هاجري واعمل محضر وروح الاسم وتعب ومش عارف كذا خلاص اللي راح راح ده هو ما كانش مستاهل حلو جدا بيحصل بعض الناس أصحاب النفوس الضعيفة يبتدي ياخد ممكن يبقى موبايل ممكن يبقى أوراق ممكن يبقى بطايق جواز صفر ايا كانت مستندات مستندات ايا كانت يبتدي ياخدها وممكن يستخدمها استخدام خاطئ جدا ومين هنرجع عليه دلوقتي هنرجع على صاحب المستند أو صاحب الموبايل أو صاحب الخط نفسه طيب في الحالة دي ليه بقى لازم الشاء فعلا الناس تبقى على علم ودي ثقافة القانونية المفروض تبقى عند كل الناس أنه هو يروح يعمل محضر بفقد أيا كان الشيء مش هيخسر حاجة يخش الأقرب اسم وقع فيه أو في دايرته وقع في دايرته المشكلة أو الفقد أو الكلام ده كله ويعمل محضر بفقد اللي أنا فقدت كذا وكذا وكذا ده هيحميه من إيه بقى لو حصل حاجة زي النهاردة أنا موبايل يوقع النهاردة أنا كمصطفى موبايل يوقع النهاردة بالخط بتاعي لآسين من الناس راح يستخدمه وبعت رسائل لناس من عندي أو رسائل لناس هو يعرفها وشتايم وي 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 لما يجي يتتبعه المباحث لما تيجي يتتبعه هتلاقي الخط ده بإسمي مين بإسمي أنا أنا هعرف أزبت بقى إن مش أنا اللي كتبت خلاص شعر طب لو أنا كنت عامل محضر من يوم الفقد أو في ساعة الفقد إن أنا أصلا موبايل يوقع هجيب ساعتها المحضر سورة رسمية منه ويقول لهم اتفضلوا أنا أصلا موبايل ضايع مني فساعتها نرجع نقول للشخص إحنا وده بيسهل كتير وخلينا برضو نكون أكثر دقة في حتة الجريمة نفسها مثال لو جريمة سب وقصف المباحث هتقف لحد الحتة دي أو جهات التحقيق هتقف لحد الحتة دي اللي هو مش هو الشخص عن طريق إنه هو قدم المحضر وده سب وقصف وموضوع شبه هينتهي ويتحفظ تمام كده ومش هتتبعه أكتر من كده أما مثلا لو كان الموضوع خاص بإن الخط ده اتعامل بيه كرسا كرسا بمعنى إيه؟ بمعنى حصل مثلا بسببه اتصال على وسيلة معينة قدت لحدوث انفجاركم بلا حصل فيه تتبع مثلا لوحدة أو لمكان عسكري وابتدى يمشي التتبع عن طريق ساعتها الموقع أو الجي بي اس بيبتدى يحدده وساعتها هيبدله طبعا لأنه ده يخص أمن الدولة كلها وساعتها مش هيسيبه الموضوع بسهولة ومش هيوقف لحد كده لأ هيتتبع عشان يعرفوا أصلا الأداية دي في إيد مين لأن الإرهابين استحالة يسجلوا خطوب باسمه الجهات الإرهابية ما بتسجلش باسمه فهما بيتتبعوا ساعتها الخط نفسه بس خلينا نقول هنا جسامة الجريمة نفسها اللي بتقول نقف لحد كده ولا لأ لأن التكلفة أصلا والمجهود اللي بيحصل عشان نتتبع حد بالشكل ده ما بيبقاش صغير خالص طيب يعني هرجع لموضوع الأستاذ هالة يعني على تفسير حضرتك إن الشخص اللي بيديقها أو بيرسل لها رسائل غير لائقة من خطوط يعني مش بتاعته مش بتاعته فهي كده مش هتقدر تتهمه أولا وهي بتعمل محضر نفضل آه تمام يا خلينا ممكن يبقى هو بيبعد في رسائل الشيتيمة أو في السب والقص ما يدل على شخصيته زي مثال وليكن مثلا مثال بعيدة عن أستاذ هالة بس توضيحي أكتر وليكن مثلا خطبها فبيقول لها أنت أصلا من يوم الخطوبة وانت حد كذا وكذا وكذا ولما كنت قاعدة كنت كذا وشبه كذا كل ده سب وقصف بس بيوضح مين الشخصية آه تمام كده ساعتها ممكن اللي احنا نتهمه ماشي أما واحد بيقول أنت كذا وكذا وكذا بس ولا مبين هو مين ولا هو الخطب طيب لو هي بتقول أن في بقى دليل أن الرقم اللي هو بيتم الإرسال عن طريقه مسجل به حسابات فيسبوك باسم الشخص فهل ده اعتبر دليل؟ آه قرينا يعني تستخدمها؟ لا خلينا نقول هو مش هو قرينا في فرق من الدليل والقرينا في القانون يعني الدليل هو اللي بيه لوحده القضي ممكن يحكم في القضي قرينا هو بس حاجة بتؤدي أن ممكن يبقى هو ده شبه الدليل مجرد قرينا بس فهي اللي احنا بنتكلم فيه ده هو قرينا إنه هو ده ولكن ممكن أبقى أنا اللي ضع مني الخط بس كنت عاملي الميلات بتاعي باسمي مفيش مشكلة بنفس الخط بس الخط ضع بس أنا مش بيستخدمه في حاجة أنا عندي بس وقت يعني هو ممكن يثبت إنه هو تسرق منه وعنده محضر بيقول أن الخط ضع منه أما لو هو بقى فيه ما يثبت هنا يعني الكلمات مثلا جاية الشيتيمة جاية من الخط وجاية من نفس الوقت شي تطابق على الشخص اللي في مصدر الشبه الشخص ده بيكلمني من الأكاونت وهو اللي بيشتم الشيتيمة دي على الخط هو النفس اللي بيشتم على الأكاونت ساعتها أولا فيه تطابق وهيبتدي يوصلوا عنه بقى من هنا إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها الأي بي بتاع شبكة الإنترنت ناخد اتصال من أستاذ محمود من أسوان السلام عليكم أهلا بيك عليكم السلام مساء الخير أه مساء الخير فضل كان سؤالي بخصوص أني أنا كنت موبايلي كان عطلان فروحت محل الموبايلات عشان أصلحوا فالفن بتاع التصليح فن التصليح الموبايل أه خد نسخة من التليفون نسخة من رسائل المسانجر بتاعتي فيسبوك ونسخة من رسائل الواتساب ونسخة من أرقام في التليفون وخد صور محتويات الجهاز محتويات الجهاز والحسابات اللي كانت مفتوحة عليه كل حاجة مثلا الحاجة اللي هي رأيت حيجوم يعني يتممر بيها علي طب دكتور مصطفى عايز يسألك بعض الأسئلة كنت بس أذن حجرتك عرفت إزاي أنه هو أخذ الحاجات دي طلبني بالتليفون قررني علي بعد ما صلح التليفون بعدها بأسبوع تجريبا طفل بي وجال لي التليفون معايا رسائل كذا كذا ومعايا نسخة من أرقام الموبايل ومعايا صور خاصة ديك أنا ممكن أنشرها على العام لو أنت ما عملتش كذا كذا وطلب منك حاجة صح وحنشرها بإحساب مزيج يعني جلني كمان أنت مش عليك بأس تنسخ عليها حاجة استاذ محمود ابتزاز استاذ محمود طلب منك حاجة مقابل أنه هو ما ينشرش طلب منك عشر ثلاث جنيه طلب منك كم؟ عشر ثلاث عشر ثلاث عشر ثلاث جنيه تمام بس يعني بسيطة بس مش مشكلة عشر ثلاث جنيه بس هو يعني على الاستفزاز يعني هو ابتزاز يعني كمية استفزاز أستاذ محمود عندك إجلسالة اللي هو بعتلك فيها الكلام ده رسالة صوتية مش كده عين كده لا ما عنديش رسالة مشكلة هو كلمني كده بالتلفون يعني جميل جداً 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 تماماً أستاذ محمود حالاً هيرد على حالاً شكراً شكراً أستاذ محمود تابع من خلال الشاشة يعني شبيهة أكيد الشخص ده يعني مستخدم تلفون رقم مش بتاعه هو طبعاً بتاع أصلاً مركز اتصالات يعني يعرف تماماً إزاي يعني يتصرف رقم بتاع حد تاني كمان واخده أو ممكن يكون تلفون عميل عنده كمان بيتصل بيه وده بيحصل كتير نفس المشكلة تمام إيه اللي بيحصل في الوضع ده الوضع ده بيطبق عليه قانون التكنية المعلومات اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي عن طريق إنه هو دلوقتي بيعاقب بالابتزاز تمام كده ويعاقب كمان إنه هو سرق التلفون والعقوبة الأشد بتطبق تمام سرق المحتوى سرق المحتوى أفضل سرقة المحتوى ده في حد ذاته والابتزاز كمان دي جريمة ودي جريمة وساعتها الجريمة الأكبر هي اللي بيتم تطبقها طيب إيه اللي المفروض يعمله أستاذ محمود يطلع نفس الكلام لمباحث الانترنت ويقول له حصل الوضع بتاعي 1 2 3 4 5 وساعتها وأنا شاكك ففلان الفلاني وهنا بنقول شاكك ليه لإنه هو عنده الدليل إنه أنا موبايلي محدش خده غير ده تمام وإنه هو ده اللي بيتلمني وهو ده كذا وهو ده كذا وهو ده كذا عندهم كمان هم المباحث من الخبرات طبعا الكافية وهم القادرة بيها اللي هم ممكن يخلوه يتصل بيه يقول له أوكي يتصل بيه دلوقتي وقول له إحنا الفلوس جاهزة أو تكلمه دلوقتي مجرد إنه هم بس يتأكدوا إنه هو الرقم ده وإنه هو الشخص ده وإنه هو الشخص ده تمام يبدو بعد كده يقبض على الشخص دوت عن طريق أول بجريمة الابتزاز والسرقة بتاعة المحتوى ويتم معاقبته فورا حتى لو الأستاذ محمود ما عندهش الإثبات يعني هيروح الاتصالات والمباحث يعني إيه دليلك من أنت طيب نحن كنا لسه بنقول من شوية إن مقدم الخدمة اللي هو جهات الاتصال اللي هم الشركات لازم تحتفظ بسجل المعلومات لمدة 180 يوم هو هيروح بس بالموبايل بتاعه اللي كان عليه المكالمة وقول لهم قادر رقم وقادر تصل بيه في الوقت ده وأنا عايز أرجعه يبتدوا هم المباحث يبعثوا كجهة سيادة أو قيادة سلطان في الدولة يبتدوا يبعثوا للجهة اللي هي الاتصالات وقول لنا محتوى اللي حصل في الوقت ده وساعتها هنا ده كن من الحاجات اللي أنا بقول لسيادتك عليها إن لازم الجهة تحتفظ بها 180 يوم ولو ما احتفظتش بها كده وقعت في جريمة وبيقوم باعتاله المحتوى بتاعه كجهة المحتوى بمعنى يعني المحتوى اللي هو من أطراف الاتصال يعني الأطراف الاتصال الرقم فلان اتصل بالرقم فلان من الساعة كذا للساعة كذا وتم بينهم المحاسف كذا 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 يعني هل ده بيبقى مسجل مسجل أه طبعا المحتوى حتى لو 180 يوم محتويات الاتصال كان قبل كده قبل 2018 كان مدة صغيرة جدا كانت ممكن ترجع لها 3 يوم بعدين 15 وبعدين كده القانون اللي نزل اللي هو 175 لسنة 2018 قال إنه هو يحتفظ بالسجل المعلوماتي لمدة 180 يوم ومن ساعتها هنبتدي نعرف دلوقتي إيه الرقم وإيه اللي حصل محتوى المكالمة إيه ونبتدي نرجع فعلا على الشخص لو فيه ابتزاز ولا لا وهنا نرجع لحاجة مهمة جدا جدا ممكن يكون هو بيتصل من تليفون اللي هو بتاعه الشخصي أو تليفون المحل نفسه أو المكان نفسه أو عميل يعني عميل عنده بالزبط ساعتها هنرجع للعملة الثاني أنت كنت فين دي بقى جهات اللي تحقيق بتبتدي تعملها ويقول لهم لأ مش أنا اللي اتكلمت المكالمة دي ولا دا سوتي ولا أنا هنرجع بقى النقطة مهمة وهي الوقاية بقى يعني أستاذ محمود سلمت الجهاز بتاعه مفتوح الباسفورد بتاع كل الواتساب والفيسبوك وعلي محتويات وعلي صور ونيجي بقى حضات في عجالة كده طرق الحماية طيب طرق الحماية إحنا يفضل مبدئيا إن الباسوردات أو الأكاونتات أقفلها قبل ما ديها الحد ويفضل أكتر اللي أنا أمسح الابليكيشن أو التطبيقات قبل ما ودي يتصلح بعد ما يرجع بقى نزلهم ما بيأخذوش حاجة تمام كده دا يفضل كحماية أكتر تمام ويفضل أكتر اللي أنا محطش صور شخصية أو صور خاصة بالزيادة في الموبايل خالص هذا من اللي احتفاظ بيها يعني لأنه ممكن يقع في داي حديد دي ممكن لو هو محتاجها قوي أو ممكن يسجلها عنده على أي موبايل تاني أو أي فلاش موموري أو أي جهاز عنده أو يرفعها على الدرايف أو على النيت يعني وبعد ما يصلح الجهاز ويجيبه يبقى ينزلها تاني أو يحطها تاني دا أفضل طبعا من حتة أو فيما يخص أستاذ محمود أما كمكافحة للجرائم الإلكترونية عموما ففي عندنا أكتر من طريق يعني أول حاجة اللي احنا زي اللي بنعمله النهاردة اللي احنا نبتدي نحط الثقافة للناس إن خلي بالك إن في عندنا جرائم واحد اتنين تلاية اربعة وحاول ما تعملاش خلي بالك كشخص عادي ما ينفعش اللي أنا تخش تختارك حساب حد حتى لو صاحبك بدن بدون إذنه حتى لو أقرب الناس لك بدن بدون إذنه ما ينفعش اللي أنت لو دخلت في مكان في موقع غلط وكتبت باسورد وجمعك صحف لأي سبب ما ينفعش اللي أنت تفضل جوه كتير ما ينفعش اللي أنت تنسخ بيانات أو تنزل فيديوهات ما ينفعش اللي أنت تلعب في تصميم مواقع لو أنت حد وكمان دي من الناس بيقع فيها الشباب اللي بيكون لسه بيتعلم فبيحاول يطبق اللي هو بيتعلمه فيبتدي خش ويبقى موجود ويبتدي بوز وخاصة اللي بيتعلمه الاختراقه طبعا فيه فيها يعني مش كل سبب لتعليم الاختراق أو الهكر معناها سبب مؤذي فيه كمان أسباب مشوعة فبيبتدي ياخد اللي هو المحتوى ويبتدي يطبقه فيبتدي يقع في الجريمة فإحنا من واجبنا رقم واحد إن إحنا نوعي الناس الناس دول أقصب بيهم الهيئات المستخدمين مقدم الخدمة الشخص العادي مسؤول الموقع نفسه كل دوات المفروض يأخذوا بالهم جدا من الموضوع ده لازم أحط عقوبات راضعة والقانون دواتي عقوبات راضعة جدا هي الدكتور مصطفى يعني ادلنا روشيتة وفية للحماية من جرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية ولازم كلنا ناخد بالنا وما نستهونش بأي موقف يحصل معنا ولازم ناخد الخطوات الصحيحة والحمد لله بقى فيه قانون دلوقتي بيحمي كل ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية نهاية حلقتنا بنشكر حقاك دكتور مصطفى الزهوبي المحامي والحاصة على دكتوراه في القانون الدولي شكرا جزيلا شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين متابعي مستشارك القانوني نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا